أولئك أهل الفهم ما جر فهمهم عن الله ما يقضي وما هو شارع أولئك أهل الفهم ما جر فهمهم عن الله ما يقضي وما هو شارع بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المشاهدون أحييكم بتحية الإسلام أولى التحية المباركة الطيبة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم ومع هذا اللقاء المتقدد معكم ومع حلقة أخرى من برنامجكم مصابيح مضيئة من حياة الرعيل الأول أخي المشاهد الكريم إن حديثنا اليوم عن عالم جليل وفقيه كبير إنه الشيخ العلامة مسلم بن وهد ابن خلف الصوافي من رجال العلم في القرن الثاني عشر الهجري ولد في بلدة السليث بولاية عبري التاريخية ونشأ فيها نشأة علمية تلقى العلم على علماء زمانه ولقد اهتم رحمه الله بقراءة كتب الفقه كثيرا ونسخها ومن بين الكتب التي نسخت له كتاب الدلائل في اللوازم والوسائل هذا الكتاب من مؤلفات الشيخ العلامة درويش بن جمعة المحروقي من علماء ولاية أدم ولقد نسخ له هذا الكتاب صالح بن محمد بن سعيد بن خميس بن علي الهاشمي السليفي نسبة إلى بلد السليث البلد المعروف وذكر تاريخ نسخه أنه في عام 1680 هجرية الموافق لسنة 1700 ميلادية ولعل ناسخ هذا الكتاب أحد تلامدته ويظهر من خلال استقراء سيرة هذا العالم الجليل أنه عاش حياته جميعها في بلد السليث ورزقه الله ذرية صالحة منه ولده العلامة الشيخ سعيد بن مسلم الصوافي الذي انتقل إلى بلد سناو واستقر بها وسناو نيابة من ولاية المضيب حتى توفاه الله حيث دفن هناك وقبره معروف ولكن كانت سناو في ذلك الوقت ولاية من الولايات المستقلة واشتهر هذا العالم الجليل وأسرة ابنه أي ابن الشيخ مسلم سعيد موجودة بولاية المضيب نيابة سناو المدينة التاريخية المشهورة ويعد هذا العالم الجليل من العلماء الميامين المشهورين عن الشيخ مسلم اهتم بالعلم وتعليمه ودراسته وتدريسه له جهود مباركة في إحياء مسار الدعوة الإسلامية يعد من العلماء الأعلام ممن بلغ درجة عليا في علوم كثيرة أيها الإخوة المشاهدون لنا وقفة قصيرة أولئك أكمار الهداة الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع يقينهم نور وإيمانهم هدى وذكرهم عزم إلى المجد مشاهدي الأكارم تحية طيبة وبعض نواصل الحديثة عن هذه الشخصية العلمية الشيخ مسلم رحمه الله تعالى الذي قلت قبل قليل أنه اشتهر بين أقرانه بنشاطه المتزايد وسعة اطلاعه وغزارة معارفه حيث أصبح مصدراً من مصادر العلوم وجهبذة من جهابذة الفكر والثقافة والفكر الإسلامي والتاريخ والأدب يعد من طبقة العلماء الأتقيا له مدرسته العلمية في بلدة السليف تلقى العلم على يده فيما يظهر عدد من طلبة العلم عندما كان مقصد الطلبة في ذلك الوقت في تلك البلاد فهو بحق قمة من قمم العلم الشامخة ودعامة من دعائمه التي قام عليها صره فتح الله عليه آفاقاً معرفية ووهبه فصاحةً في اللسان ورزقه قوةً في القلب وأسلوباً في الدعوة مما مكنه من خدمة الإسلام الحنيف ويسر له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى سبيل الله على بصيرة من أمره مجسداً قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي قل للناس هذه سبيلي هذه طريقي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته ثم التابعون ثم جاء اتبع جيلاً بعد جيل وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كان الشيخ مسلم الصوافي رحمه الله لا يمل من التدريس وإشغال بعض طلبته بنقولات بعض كتب الفقه يتولى دروس الوعظ والإرشاد متنقلاً في بلاده يعمل جاهداً لحل المشكلات مشكلات الناس وخصوماتهم جمع بين العلم والعمل والقراءة والنقول الفقهية والاستفادة منها عرف بخلقه السمح وطبعه الكريم وكرمه المطبوع وعلمه الواسع والتمسك بدين الله القويم وصلابته أيضاً في الحق وشجاعته كانت منقطعة نظير وكان رحمه الله مسموع الكلمة قوياً بإيمانه متواضعاً بخلقه إخوة المشاهدين أستاذنكم إلى وقفة قصيرة أعود بعدها معكم لنواصل مشوار حياتي هذا العالم القليل الشيخ مسلم الصواتي رحمه الله تعالى أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع أولئك أقمار الهدات الصواطع على خطوهم نحو المعالي أسارع يقينهم نور عشة العالم العامل وهكذا حتى لقي ربه عشة العلماء الذين واصلوا نهارهم بليلهم في عبادة الله تعالى قولاً وعملاً وتوجيهاً وإرشاداً فدانت لهم الدنيا لأنهم أخلصوا لله عز وجل في أعمالهم وهو فيما يظهر أنه اشتغل بالتعليم لأنه رأى أن قضية التعليم هي الواجب الأول على علماء الأمة ومع قيامه بهذه المهمة توافد عليه طلبة العلم كما ذكرت سابقاً حيث كان رحمه الله تعالى يكافح من أجل إقامة دين الله في جميع الميادين وكان من أحرص الناس على دعوة الناس للخير يعتبر رحمه الله تعالى من المؤمنين المخلصين الذين أوتوا كفاءة ومقدرة على الأخذ بأيدي مجتمعهم في سبيل الخير وكان حريصاً أيضاً على حماية المجتمع المسلم من تفشي الأمراض الأخلاقية السامة التي تتسرب إلى المجتمع من هنا وهنالك فهو دائماً بعلمه يعلم الجاهل ويرشد الضال ويحل المشكلات ويفصل في المنازعات ويلقي الدروس في الحلقات تلكم أيها الإخوة الأعزاء إشارات سريعة من حياتي هذا العالم الجليل ولقد حاولت جاهداً أن أجد تاريخ وفاته فلم أعثر على ذلك إلا أنه قد عاش كما قلت في القرن الثاني عشر الهجري وفي ذلك الوقت كان الحكم للأئمة لعاربة إخوة المشاهدين وقبل أن أودعكم أود أن أشير إلى أن قراءة كتب التاريخ من الأهمية بمكان كيف يكون ذلك بالقراءة المستفيدة والمتابعة الدقيقة وأيضاً تدوين ما يقرأ الواحد منا خصوصاً وهو يقرأ عن هؤلاء البحور عن هؤلاء الأعلام وهناك أيضاً في التاريخ قد تكون مطبات هذه المطبات من واجب الباحث أن يكون حكيماً وهو يريد إخراج هذا التاريخ وإبرازه أو الحديث عنه مع الناس سواء كان بواسطة وسائل الإعلام المختلفة المقرؤة والمسموعة والمارية أو عن طريق المحاضرات أو الندوات أو المؤلفات المنهجية في المدارس أو في الجامعات أو في الكليات فهناك أخطاء في التاريخ خصوصاً من كتب عنا كعمانيين وحتى ممن كتب من العمانيين أنفسهم أيضاً تجد بعض الأخطاء وتجد أيضاً خلطاً حتى في بعض الأسماء فعلى سبيل المثال الإمام الخليل بن شادان هو الخليل بن شادان ابن الخليل بن شادان بعض المؤرخين يرى أنه شخص واحد الخليل بن شادان انتهى كذلك الإمام عزام بن قيس بن عزام بن قيس البوسعيدي أيضاً هو عزام بن قيس بن عزام بن قيس أضف إلى ذلك ما جانباً من القصص التي تذكر في بعض الكتب قد تكون بعضها خيالية أو بعضها غير حقيقية فالتاريخ كما يقول الشاعر والإعلم الطالب أن السيارة تجمع ما صح وما قد أنكر وهكذا جاب التاريخ لكن علينا أن ندرك أن علماءنا الذين هم جزء من علماء الأمة الإسلامية اهتموا بالجانب التوثيقي هو جانب التقوى نشغل بجانب التقوى وندرك هذا من خلال حديثنا معكم مشاهدي الأكارم أننا بعض العلماء نعرف أنهم في القرن الثالث عشر أو القرن السادس أو القرن الثامن الهجري على سبيل المثال لكن لم نستطع أن نحدد تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته وهذا كثير إلى جانب ذلك أيضاً لسنا باستطاعتنا أيضاً في بعض العلماء أن نحدد أجدادهم من قد هذا العالم من أي بلد مثلاً محمد بن سرح من من؟ من أي منطقة محمد بن اليماني من أي منطقة وقس على ذلك على سبيل المثال إذن أدعو جميع الباحثين وبالذات الذين ينشغلون بالتاريخ أن يبدلوا مصارى جهدهم في تنقيب الحقيقي عن هؤلاء الأعلام وعن ما تركوه لنا من تراث ضخم في مسيرتنا التاريخية العمانية إلى جانب ذلك علينا أن نتوخى كلمة الحق والصدق في جميع ما نقوله وفي جميع ما نكتبه وفي جميع ما نتكلم به ما تسمعونه مني هي محاولات اجتهدت فيها أسأل الله عز وجل أن تكون صوابا وأنا أؤمن بأن الكمال لله وحده وأن النقص ضريبة المخلوق فإن كان هناك نقص فذلك خارج عن اجتهادي أسأل الله عز وجل العفو وإن كان هناك كمال وأرجو ذلك أسأل الله عز وجل أن يجزيني خير الجزاء وأن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم كما وأسأله سبحانه أن يوفق زملائي القائمين على هذا البرنامج أن يوفق المخرجة ومساعدة ومن يتولى الإضاءة والمهندسة أن يوفقهم جميعا لإكمال هذا المشوار على الطريق السليم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة